اشتركوا في القناة الدوحة مساء اليوم واعرب صاحب السموب الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهادئ والتبريكات لامير دولة قطر على هذا الانجاز الرياضي الاسيوي مشيدا بالمستوى والاداء المميز الذي قدمه المنتخب القطري وما اظهره من مهارات فنية وروح رياضية عالية في المباراة النهائية وفي منافسات البطولة والذي مكنه من تحقيق هذا اللقب الاسيوي للمرة الثانية في تاريخه متمنيا سموه له التوفيق والنجاح في المسابقات والبطولات القادمة ونوه سموه بالتنظيم المميز والاستعدادات التي قامت بها دولة قطر والامكانيات التي وفرتها لانجاح هذه البطولة مما اسهم في تحقيق اهدافها المنشودة واشد سموه بهذه المناسبة بالعلاقات الاخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة قطر والشعبين الشقيقين متمنيا لسمو امير دولة قطر منفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوم التقدم والازدهار كما بعث صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة مماثلتين الى اخيه سموه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر واخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بدولة قطر